في هذا المحل المتوضع بفرجي وبميلا يزول عم قدور صاحب التسعة عقود حرفة الحدادة التقليدية التي توارثها عن أجداده يلتحق بعمله يوميا عقب صلاة الصبح بنشاط كبير وهمة وهو الذي لم يفارق الحدادة منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن ارتفاع ساعة الفحم في السوق وترك الكثير من الحرفيين للحدادة التقليدية لم يمنع عم قدور من التمسك بحرفة أجداده رغم شح مداخلها وليس له رجاء سوى لأن تسمح له جهات الوصية السماح بترميم هذا المحل أو منحه مكانا آخرا لمزاولة نشاطه في ظروف لائقة يبقى عم قدور من القلائل الذي نحافظ على الحدادة التقليدية رغم بلغه من العمر عطية يصارع من أجل بقائها رغم تحديات العصر وعزوف الكثير من الشباب عن ممارستها